تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أعرب فيها سموه عن أسمى آيات الشكر والتقدير على توجيهات جلالة الملك المفدة السديدة للارتقاء بالحركة التنموية البحرينية في مختلف المجالات وتأكيد جلالته على أهمية عطاء الشباب البحريني الدور المحوري في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في البرقية على أن كلمة جلالة الملك المفدة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب حملت العديد من المعاني النبيلة ومشاعر الخير والنماء لمملكة البحرين في مختلف الجوانب ومن بينها الجانب الشبابي الذي يحمل حيزا كبيرا في فكر جلالته وصولا إلى تأكيد دور الشباب البحريني في بناء البحرين حاضرا ومستقبلا مشددا سموه على أن الأمر السامي لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بإنشاء صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية هو الترجمة الحقيقية لرؤية وفكر جلالته في منح الشباب البحريني الثقة الكاملة للمشاركة في قيادة الحركة التنموية في المملكة باعتبارهم الثروة الحقيقية للمملكة والرهان المضمون للمستقبل حيث سيحرص هذا الصندوق على رصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم ويعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية سيمكن الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية بما ينعكس إيجابا على مسيرة المملكة الريادية في تفعيل دور الشباب البحريني وتعزيز إسهامه في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد بكل ثقة واقتدار ووصولهم لبر الأمان وأطلاق مشاريع شبابية نحو العالمية معاهدا سموه جلالة الملك المفدى في ختام البرقية بالعمل والاستفادة من الفرص في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى مؤكدا سموه أن هذا الصندوق الذي ننظر إليه بكل الأمل تجاه الشباب سيكون جزءا فاعلا في دعم الشباب البحريني المبتكر شباب البحريني المنوفق شباب البحريني المعني سموه أنك câ oste في action شباب البحريني المحرار نحو الأمان اشتركوا في القناة